السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من قناة تليمي جيمي اشتركوا فيديو جديد وفيديو جدا اسطوري وبمناسبة اليوم هو اليوم 24 يوليو ما اعتقد واليوم ولد مثل هذا اليوم قبل 37 سنة ولد الاسطورة ليونال ميسي اسطورة نادي برشلونة والارجنتين فقررت اعمل فيديو واجمع افضل لاعبين اللي لعبوا مع ميسي وميسي نفسه في تشكيلة واحدة فالان انطلقنا ومثما تشوفون السوق ما اشتريت كل اللاعبين مثلا بويول ما اشتريت شريت اروخو وحاكيمي ليوجد داني الفيس فالشريت حاكيمي وبوسكيتس انيستا ليوجد فالشريت راكيتيتش وتقريبا كل اللاعبين هم الافضل الذين لعبوا معه وصوارز ليس له بطاقة عادية ومثما تشوفوا كلفتنا ثمانين وثلاثين مليون كوينز لكن ليست خسارة في الاسطورة ليونال ميسي فاننتقل الان لتشكيلة متل ما تشوفوش عبوش هنونا بحا غير فقط تشكيلة نضع اربعة ثلاثة ثلاثة وينها اربعة ثلاثة ثلاثة المحافظة عشاني لعبوسكيتس محور الارض فانضلق بسم الله عندك في الحراسة عندنا تيرشيغن كالعادة في الظاهر عندك جوردي البا قلوب الدفاع عندك ماس كيرانو وعندك ايضا رونالد اراوخو في مركز الظاهر في الظاهر عندنا اشرف مثل ما قلنا في الظاهر عندنا اشرف حكيمي في الوسط عندك محور الارض سيجي بوسكيتس وايضا ايفان راكي تيتش المايستور الكرواتي اضافة الى اسطورة تشافي ميسي بطاقة ليس جناح على رغم ذلك راح نحطها جناح عندنا ايضا ساموالي اطو الاسطوري اضافة الى نايمر جينيور فالتشكيلة اوفر تسعين شيء جدا اسطوري اتوقع راح نلعب مباراتين او ثلاث مبارات في جورة نفسي فانضلقنا فمتل ما تشوف هذه هي اشكلتنا التشكيلة ليو وهذه هي اشكلة الخصمية الساترية الدفاع فانضلق الكرة تبدأ من عند اي طو ساموال 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 والهدف الاول والهدف الاول ساموال عفوا ما تفعلت يا تشافي بالخطأ 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 فننطلق الى الهجمة المولية اشرف مع انك لست افضل ظهير لعب مميسي لكن لا بأس انت مع حكيمي نيمار نيمار ضعت منك نيمار رائي نيمار نيمار على فكرة فورس الخصم اكثر منه فالليو سنسجل بالليو نسجل بالليو نسجل بالليو ننطلق فورسة اخرى ساموال اي طو الى النيمار والهدف الخامس الرابع عفوا نيمار 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 المهارة نيمار شو هارت يتصد شو هارت يتصد نيمار اي طو الهدف الخامس والهدف الخامس راكي تيتش الى اي طو ضعت منك اي طو ما هذا اي طو خدلتني اي طو نيمار 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 بالمهارة مفق منه شي نيمار وفاولي حكم لكن ما اعطاني فاول لا اعطاني هجمة اخرى فنيمو نيمو ما هذا نيمار ما هذا نيمار انطلقنا نيمار راح يسجل خلاص يا نيمار خلاص ما بعد تسلك اصلا اي oils وعرضياته الساحرة وانتهى الوقت واتعادلنا خمثة خمثة مع الخصم الآن ضلقنا فالمباراة ذاتي بعدها والخase ما فأنا تفعل الى مدريد ما saint نيمار althOME north south 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 if you north south 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 نيمار 5 والحلس 6 مريرات تشافي 6 مريرتشافي العجوز نيمار وتشافي عجوز و ليس مرر كده نيمار نيمار ما هذا هنا يمار سطح بره المرمى فقطوا الهدف الثاني لنا و مت اخرين بالنتيجة على الرغم من قوة تشكيلة خصمة المشتوف للبداية نيمار 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 عفوا جاني اتصال وخرب علي ام ام المباراة خرب علي جد المباراة فما ادري الصراحة المباراة كم انتهت اصلا فخربت المباراة علي بالاسف الشديد اسجل تسعة الخصمة ان كنت مسجل ثلاثة ما خليتوني فيا ستر يلزعل راحت المباراة على المباراة اخيرة الان وطلقت المباراة الان سيد الساد الكرام عنده هوفرتس وعنده عدة لعبين بالمر و الى اخره بالمر حتى الدقيقة ملعبه في اليورو ما ادري صوتكيت وشي بغاوه لكن هذا مو موضوعنا موضوعنا الان كورا موضوعنا الان ببرشلونة موضوعنا الان اليور هذا هو موضوعنا واحد واحد الكورا عند تشافي تشافي تمريراته الى النيمر من نيمار والهدف الثاني من نيمو و نيمار للاسف كنت ابغا سواز مكان عطو عشان الام أسن وكذا فما الاسف مكان عندي ما عندي كثير فلوس فشي بغاوه يعتبر ايضا مثل سوارز من فئة المهاجمة الكبار فنيمار ضعت منك نيمار نيمار نيمو نيمو نموان نهايتكم بنيمار nosotros صنعوا ت Sociforce والهدف الخامس كورا الان راكي تيج راكي تيج راكي تيج والهدف فننتقل الان نيمار 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 ليو 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 حلقتكم لم تتبقين كثيرا ليو تبقت عشتواني فقط شور دي بطول هدف سبعة سبعة صارت نيمار 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 وضعت مننا وإلى هنا شديد السلام الكرام يكون في الفيديو اليوم أسف لكم على التققيم في الموارد الثانية فلتسو تنصر لايك والإشاراتكم في شكل فيلم أصدقائكم ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله سلام عليكم